بالموعد والتوقيت جدول مواجهات دور الستاشر السمن النهائي من كأس الأمم الأفريقية كوتيفور 2024 انتهت المباريات المسيرة انتهت السلاس جولات المسيرة انتهت المتعة والإصارة في دور المجموعات وندخل الآن متعة وإصارة ومعارك طاحنة في دور الستاشر من سمن نهائي ألكان السلام عليكم ورحمة الله استمتعنا بدور مجموعات تاريخي اعتقد من وجهة نظري الشخصية ان دور المجموعات اللي حصل في كأس الأمم الأفريقية هذا العام لم يحدث من قبل من حيث النتائج الغير متوقعة وسيناريو المباريات الهيتش كوتي أيضا يعني مفاجآت بالجملة منتخبات بتقدم أداء ما كناش متوقعينه أبدا ومنتخبات كبيرة بتخرج من البطولة انت كمتابع للبطولة مين المنتخب اللي عجبك أداءه في دور المجموعات من الـ 24 منتخب اكتب لي في التعليقات اسم المنتخب اللي تشعر ان هو جاهز لحصد لقب بطولة الكان شكل الملامح بتقول ان هو بطل كان 2024 كله يكتب لي اسم المنتخب المتوقع ان هو ياخد البطولة كله يشارك في قسم التعليقات بالنسبة للمتأهلين الى دور الـ 16 سمن النهائي رسميا خلاص من المجموعة الاولى غينيا الاستوائية مركز اول منتخب نيجيريا مركز ثاني منتخب كوتيفور بمعجزة الهية وبمساعدة المنتخب المغربي اليوم يتأهل منتخب كوتيفور في المركز الثالث وده نجاح للبطولة لان لو كوتيفور كانت غادرت البطولة كان هيبقى فيه مشاكل على مستوى الحضور الجماهيري وبالتالي من المجموعة الاولى غينيا الاستوائية نيجيريا كوتيفور المجموعة الثانية تأهل على رأسها او في صدرتها منتخب الرأس الاخضر كاف فيردي وفي المركز الثاني منتخب مصر الفراعنة اما المجموعة الثالثة اللي تأهل منها منتخب السنغال حامل اللقب منتخب الكاميرون في المركز الثاني ومنتخب غينيا في المركز الثالث المجموعة الرابعة اللي تأهل فيها انجولا مركز اول بوركينا فاسو مركز ثاني ومنتخب موريتانيا مركز ثالث في تأهل تاريخي للمنتخب الموريتاني المجموعة الخامسة اللي تأهل فيها مالي منتخب أول جنوب أفريقيا مركز ثاني ومنتخب ناميبيا من المفاجآت في المركز الثالث المجموعة الرابعة انتهى وتأهل منها المغرب مركز أول منتخب المغرب في المركز الأول ومنتخب الكونغو الدموقراطية في مركز ثاني طبعا الحمد لله تأهل منتخباتنا العربية المغرب ومصر وموريتانيا هارد لك يعني خروج ومغادرة كل من منتخب الجزائر ومنتخب تونس إذن عندنا في دور الستاشر جدول دور الستاشر الناري أول مباراة رسمية هي أنجولا ضد ناميبيا أنجولا في مواجهة ناميبيا في دور الستاشر يوم السبت 27 يناير 2024 الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر المباراة التانية نيجيريا والكاميرون يوم السبت أيضا 27 يناير 2024 الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر المباراة التالتة في دور الستاشر الرأس الأخضر ضد موريتانيا يوم الاثنين 29 يناير 2024 الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمباراة الرابعة في دور الستاشر المغرب ضد جنوب أفريقيا يوم السلساء 30 يناير 2024 الساعة العاشرة مساء والأربع مباريات دول يا جماعة الأربع مواجهات دول في طريق بعض في ربع النهائي وفي نصف النهائي ووصولا إلى المباراة النهائية بمعنى أن الفائز من أنجولا وناميبيا هيواجه الفائز من نيجيريا والكاميرون في دور ربع النهائي دور التمانية أيضا الفائز من مواجهة الرأس الأخضر وموريتانيا يواجه في دور ربع النهائي الفائز من المغرب وجنوب أفريقيا في دور ربع النهائي دور التمانية أيضا بعد كده لما نخلص دور التمانية هيكملوا مع بعض إلى نصف النهائي دور الأربعة والمباراة النهائية أقصد هنا مواجهات أنجولا ضد ديناميبيا نيجيريا والكاميرون الرأس الأخضر وموريتانيا المغرب وجنوب أفريقيا كل المنتخبات دي التمى المنتخبات هنأخد منهم منتخب واحد وهيصل منهم منتخب واحد إلى المباراة النهائية لو وصلت هنا أكتب لي التمى المنتخبات دول مين هيوصل منهم للمباراة النهائية نروح بعد كده للأربع مباراة التانيين مصر ضد الكونغو الدموقراطية يوم الأحد 28 يناير 2024 الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة المباراة اللي بعد كده غينيا الاستوائية ضد غينيا يوم الأحد 28 يناير 2024 الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة المباراة قبل الأخيرة السنغال ضد كوتيفور البلد المنظم يوم الاثنين 29 يناير 2024 الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة المباراة الأخيرة في دور الستاشر مالي ضد بوركينا فاسو يوم السلساء 30 يناير 2024 الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة يبقى الأربع مواجهات التانيين أو الأربع مواجهات الأخرى في دور الستاشر سمن النهائي مصر ضد الكونغو الديمقراطية واللي يفوز منهم يلاعب في ربع النهائي الفائز من غينيا الاستوائية وغينيا أيضاً السنغال ضد كوتيفور في دور الستاشر يواجه الفائز من مالي وبركينا فاسو في دور ربع النهائي دور التمانية إذن 8 منتخبات أخرى هناخد منهم ويصل منهم منتخب واحد إلى المباراة النهائية هم مصر والكونغو غينيا الاستوائية ضد غينيا السنغال ضد كوتيفور ومالي ضد بوركينا فاسو ده بالنسبة لمنتخبات أو مواجهات دور الستاشر يعني مشوار ومصار التأهل إلى دور ربع النهائي الفائز من مصر ضد الكونغو يواجه الفائز من غينيا الاستوائية ضد غينيا والفائز من السنغال ضد كوتيفور يواجه الفائز من مالي وبركينا فاسو في ربع النهائي نتمنى بإذن الله أن منتخب مصر من الجروب الثاني المجموعات الأربعة الأخيرة يتأهل إن شاء الله إلى المباراة النهائية ونتمنى منتخب المغرب من الجروب الأولاني الأربع مباراة الأولانية يتأهل إلى المباراة النهائية ونشوف نهائي عربي إفريقي يعني ديربي كبير ما بين المغرب وأيضا منتخب مصر في المباراة النهائية وكل التوفيق أيضا لمنتخب موريتانيا دول الثلاث منتخبات اللي هيكونوا موجودين في دور الستاشر يعني بمعنى أدقه بمعنى تفصيلي يوم السبت 27 يناير 2024 عندنا مبارتين أنجولا ضد ناميبيا ساعة سبعة ونيجيريا ضد الكاميرون الساعة عشرة يوم الأحد 28 يناير عندنا مبارتين مصر ضد الكونغو وغينيا الاستوائية ضد غينيا ويوم الأسنين 29 يناير عندنا مبارتين الرأس الأخضر ضد موريتانيا والسنغال ضد كوتيفور ويوم السلاثاء 30 يناير عندنا مبارتين المغرب ضد جنوب أفريقيا ومالي ضد بوركينا فاسو ده بالنسبة لأيام دور الستاشر سمن نهاية السبت والأحد والاثنين والسلاثاء التوقيت هو توقيت مصر تنزل ساعة تقلل ساعة يبقى توقيت تونس والجزائر والمغرب تزود ساعة يبقى توقيت السعودية والسوريا والعراق وكل الدول طبعا أغلبية الدول الخليجية كل التوفيق لمصر والمغرب وموريتانيا ويا رب نشوف نهاية عربي اكتب طرفي المباراة نهائية من توقعاتك لا تنسى لايك للفيديو اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتراك في القناة والسلام عليكم